طبعاً قانون المالية لـ 2024 تدابر الإيجابيها لم يوجد ضرائب يعني بالعكس فيه تخفيضات كثيرة سواء في الضرائب أو في الرسوم وهذا حرصاً على تطبيق توصية السيد الرئيس الجمهورية أن لا نثق الكاهل المواطن خاصة بالضرائب والرسوم كذلك فيه توجيه لماذا لا يوجد ضرائب أو تخفيض بعض الضرائب لأنه فيه توجه تعالى الدولة من أجل تحفيز الاستثمار ومنح إعفاءات للمؤسسات الناشئة كما رأينا منح إعفاءات وتحفيزات لتنعكس على القدرة الشرائية في شعبة الحليب يعني تخفيضات على محول الحليب ومنتج الحليب الطازج فهناك جملة من التدابير اللي وردت في قانون المالية سواء في شقها الجباء الضريبي أو في الرسوم أو في الرسوم الجمهورية الهدف منها هو تبسيط النظام الضريبي تقليل في الضريبة من أجل تحفيز الناشاط الاقتصادي إذا تعلق الأمر بالمتعامل الاقتصاديين ومن أجل يعني الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وعدم يعني يثقال كهل المواطن بالضرائب